وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أكد في بيان نشره على ما يسمى بوكالة أعماق تابع له أن اثنين من عناصر التنظيم نفذ تفجيري الكنيستين المصريتين بسترتين ناسفتين وتوعد في البيان المسيحيين بمزيدا من الهجمات وكان تنظيم أكد تفجير كنيسة مار مرقص بالإسكندرية قال إنه نفذه مسلح تابع له وعرفه باسم أبو البراء المصري في حين نفذ تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا متشدد اسمه أبو إصحاق المصري وفد مصدر أمني أن باب الأقباط الأرثودوكس بمصر تواذرس الثاني نجا من التفجير الذي وقع أمام الكاتدرية المرقصية بالإسكندرية أثناء قداس صلاة أحد الشعانين بعد ساعات قليلة من انفجار داخل كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية